أحد الآن اللي اختارها مجيد بوغرا تقيت أنه بنسبة كبيرة أقول أنه كانت نجحة ربما استثناء المباراة الآخرة أمام منتخب السودان وأن مجيد بوغرا بالرغم من أنه الفوز كان بهدفين مقابل صفر ومن تسجيل المزيان وكذلك من حيوز بدأ نوعا ما جد متأثر ونلفز كتير بمرضوط بعض اللاعبين. أقول بعض كوادر اللاعبين دي كان يعني مركز عليهم كتير هذا أعتقد أنه صحيح أنه لما أشرك تقريبا عدد كبير من اللاعبين شباب الوزداد وإتحد العاصمة اللاعبين أعتقد من مدينة الجزائر هو اللاعب من فقصطيف ربما في دهنياته أنه حاول يشرك أحسن اللاعبين لو تشوف اللاعب قندوسي أحسن اللاعبين في وسط الميدان في الجزائر لحد الآن. لو تشوف كذلك اللاعب محيوز يقدم فيه مردود له بس بيه يعني عدة لعبين حقيقتين اللاعبين يقدموا فيه مردود له لكن في التشكيلة بحدثاتها ككل أو القائمة من 26 لعب أعتقد كين بعض الأسماء اللي كانت قادرة أنه تكون داخل التعداد أنا لا أريد أن أدخل فيه الأسماء لكن كين بعض الأسماء اللي ربما تقدر تعطي إضافة للمنتخب الوطني إضافة للمنتخب الوطني ترجمة نانسي قنقر